بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين في بداية هذا اللقاء أتقدم بالشكر والدعاء للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بأخي صاحب الفضيلة المعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذي يعمل ليلة نهار في التطوير والإبداع وقد رأينا ما وصلت إليه هذه الرئاسة من تطور في جميع شؤونها وخاصة في الدعوة إلى الله وفي البرامج التوعوية وكذلك ما يتعلق بالتحصين الفكري من خلال المناشط الدعوية المتعددة والتي تنظمها الرئاسة كذلك رأينا ولاحظنا أثر وجهد توجيهات صاحب الفضيلة الرئيس العام تلك التوجيهات المباركة الموفقة خاصة في هذه الأزمة مع انتشار الوباء المسمى بكورونا حيث قامت الرئاسة مشكورة بعمل الاحترازات اللازمة لمكافعة هذا الوباء في الحرامين الشريفين نسأل الله أن يبارك في جهودهم ونسأل الله أن يعينهم وأن يسدد ويبارك له في عمله وفي عمره ونحن نرى أيضا امتدادا لتلك الجهود هذه الدورة المباركة التي تعنى بمسائل الحج وأيضا الشكر موصول للقائمين على هذا البرنامج الذي يضم كوكبا من أصحاب الفضيلة نسأل الله لهم التوفيق والإعانة والسداد وأن يبارك في جهودهم أيها الإخوة والأخوات هذه المحاضرة أو الكلمة هي بعنوان العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح حال الاقتضاء في بعض مسائل الحج أيها الإخوة إن مما اتفقت عليه سائر الديانات والشرائع والقوانين والأنظمة البشرية ما يتعلق بحفظ النفس البشرية على اختلاف بين هذه الشرائع والقوانين في التفصيلات لكنها تجتمع بشكل عام على الاهتمام بهذا الأمر والمحافظة عليه وقد جاءت الشريعة الإسلامية فضربت أروع الأمثلة في الاهتمام بالنفس وفي ضلورة المحافظة عليها وعن كل ما يضر بها بأي نوع من أنواع الإضرار وليس خافياً على أحد ما حل بالعالم كله من هذه الجائحة المعروفة بجائحة فيروس كورونا المستجد وقد ألقت هذه الجائحة بظلالها على العالم أجمع وتضررت منها جميع دول العالم وما زالت الدول والحكومات تسابق الزمن في محاولة تقليل أضرار هذه الجائحة قدر الإمكان وكذلك تعمل على الحد من آثارها ومن أيضاً تداعياتها لا ريب أيها الإخوة أن من أهم آثار وتداعيات هذه الجائحة التي تحتاج إلى الوقوف عندها ومعالجتها ما يتعلق بالجانب الشرعي والفقهي لهذه الجائحة فكما أن وزارات الصحة والجهات المساندة لها موكول إليها ما يتعلق بالتطبيب والتداوي وتوفير العناية الطبية الفائقة من هذه الجائحة كذلك يجب على العلماء وطلاب العلم الاطلاع بدورهم في المشاركة بمعالجة ما يتعلق بهذه الجائحة من المنظور الشرعي خاصة ما يتعلق بالحج لهذا العام ولعلنا نتناول في هذا اللقاء المختصر بعض المسائل المستجدة في حج هذا العام والتي ينبغي الوقوف عندها وأيضاً تجليتها للمستمع الكريم ولا شك أن المسائل كثيرة والوقت لا يسعف للإتيان ببعضها فضلاً عن إليحاطة بها ولكن المقصود تسليط الضو على لموذج منها يكون كالمثال لما نذكره في هذه الكلمة وفي هذه المحاضرة المسألة الأولى تأصيل مسألة الاقتصار على بعض الحجاج دون بعض من المسائل المهمة التي ينبغي الوقوف عندها ما يتعلق بموضوع اختيار الحجاج لهذا العام والاقتصار على حجاج الداخل دون حجاج الخارج وهذه المسألة مهمة جداً وتتمثل أهميتها في أمرين الأول أن المسلمين في جميع أنحاء العالم يتوقون إلى حج بيت الله الحرام ولزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم ينتظر دوره بفارغ الصبر ربما سنين طويلة حتى يصل إليه الدور وأيضاً حسب الإجراء الذي تتخذه كل دولة حيال اختيار حجاجها وقد اقتضى هذا الأمر لهذه السنة الاقتصار على عدد محدود جداً من حجاج الداخل دون حجاج الخارج نظراً لجائحة كورونا المستجد وهذا كله حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن الأمر الثاني المسؤولية العظيمة الملقاة على المملكة وعلى الأجهزة الحكومية كافة وخاصة ما يتعلق بالموازنة بين إقامة الحج لهذا العام وبين المحافظة التامة على الصحة العامة للحجاج وللمعتمرين والزوار وأيضاً ما يترتب على ذلك من مسؤولية كاملة في رعايتهم منذ أن يقدموا إلى الديار المقدسة حتى يعودوا إلى بلادهم وقد رأينا في هذا العام تلك الاحتياطات التي قامت بها هذه الدولة المباركة من أجل أيضاً تأمين سلامة الحجاج فالناظر في هذا الأمر يجد أن المملكة كانت بين خيارين الخيار الأول إقامة الحج لحجاج الداخل والخارج جميعاً ولا ريب أن هذا الخيار هو الأصعب وذلك لما يترتب عليه من تعرض الحجاج لهذا الوباء مما يجعل التعامل معه صعباً للغاية وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار وقد جاءت الشريعة الإسلامية برفع الضرر بجميع أنواعه لذلك عدرت المملكة عن هذا الخيار لما قد يتسبب فيه من الأضرار العظيمة والآثار الجسيمة الخيار الثاني إما إيقاف الحج لهذا العام بشكل مطلق سواء للحجاج الداخل أو الخارج وذلك خوفاً من هذا الوباء ولا ريب أن هذا الخيار كان مطروحاً ولكن المملكة لم تشأ أن تلجى لهذا الخيار لما فيه من تعطيل إيقامة شعيرة الحج وهو أمر لم يحدث منذ أن قامت هذه الدولة المباركة ولله الحمد والمنى وقد وفق الله هذه البلاد المملكة العربية السعودية بفضل من الله ثم أيضاً بحكمة وحنكة ولاة أمرها وعلمائها حفظهم الله باللجوء إلى قرار متوازن يحقق المصلحة العامة في إقامة الحج وأيضاً يجنب الحجاج لهذا البيت مخاطر هذا المرض الخطير وهذا الوباء ألا وهو إقامة الحج بأعداد محدودة جداً ويقتصر لحجاج الداخل فقط دون حجاج الخارج ولريب أن هذا القرار متوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية والقواعد الشرعية في المحافظة على النفس وأيضاً تحريم تعريضها لأي ضرر محتمل أو أيضاً ضرر ربما يكون محقق وهو في نفس الوقت أيضاً يحقق مصلحة شرعية عظيمة وهي إقامة الحج وأيضاً تلبية دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام للحج فالحمد لله على هذا التوفيق وهذا القرار الحكيم المسألة الثانية العدول من القول الراجح إلى القول المرجوح حال الاقتضاء في بعض المسائل إذا تأملنا إصطلاح العلماء على الأقوال المرجوحة نجد أنهم يطلقون هذه العبارة على ما ضعف دليله من الأقوال أو ما انفرد به صاحبه أو خالف فيه جمهور العلماء جاء في حاشية الدسوق ما نصه فالمقلد لا يحكم إلا بالراجح من مذهب إمامه لا بقول غيره ولا بالضعيف من مذهبه وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقض حكمه إلا إذا لم يشتد ضعفه وكان الحاكم من أهل الترجيح انتهى وقال الإمام الشاطبي أما ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا فقليل جدا في الشريعة وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها قل ما يساعدهم عليها مجتهد آخر فإن انفرد صاحب القول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم وبالنظر لهذين النصين تبين لنا أن القول المرجوح إذا أطلق فالمراد به عند الفقهاء والأصوليين ما ضعف دليله أو ما كان فيه تفرد وشدود عن البقية والضعيف عند الأصوليين هو ما كان دليله أضعف من مقابله والراجح بخلاف ذلك وهو ما كان دليله أقوى من مقابله وبهذا يتبين لنا أن القول المرجوح هو الذي قابله ما هو أقوى منه فيكون ضعفه نسبيا أي ضعيفا بالنسبة لما هو أقوى منه وإن كان له قوة في نفسه يقول شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا لمصلحة راجحه ولا شكا كلام شيخ الإسلام لا يكون هذا على إطلاقه فهو من باب الفاضي والمفضول وقال أيضا ولذلك استحبل أئمة أحمد وغيره أن يدعى الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر وهو يأم قوما لا يرون إلا وصل الوتر فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهاتهم للصلاة خلفه وكذلك لو كان ممن يرى المخافة بالبسملة أفضل أو الجهر بها وكان المأمومون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا وحسنا وقال أيضا وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسنا مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعود أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة كما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال الأسود ابن يزيد صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة فكان يكبر ثم يقول ذلك رواه مسلم في صحيح انتهى كلامه رحمه الله ثم قال أيضا رحمه الله بعد أن ذكر عددا من الأمثلة المشابهة لترك الفاضل وفعل المفضول قال فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا وقد أيضا جوز العلماء إفتاء بالقول المرجوح بشروط منها أولا أن يصدر ممن هو أهل للإجتهاد الثاني أن يكون في مسألة يسوق فيها الإجتهاد الثالث أن يترجح أحد القولين بمرجح من المرجحات الرابع أن لا يكون من الضعيف المدرك أيضا أن يكون العدول للقول المرجوح للضرورة وأيضا سادسا أن لا يتعارض القول المعدول إليه مع نص صريح من الكتاب والسنة والسابع أن يقصد المفتي مصلحة دينية راجعة فتبين بهذا جواز الفتوى بالقول المرجوح إذا صدر ممن هو أهله بالشروط المذكورة مثله في ذلك مثل القياس عند عدم وجود النص إذا صدر من المجتهد وأيضا لا يصار إلى الأخذ بالقول المرجوح إلا عند الضرورة وعند الحاجة المنزلة منزلتها وقد تقدر أيضا بقدرها عند وقوعها فيجوز ذلك لدفع مفسده معتبر شرعا لا لجلب مصلحة سواء كان ذلك في القضاء أو الإفتاء أو في غير ذلك وأيضا غني عن البيان أن فعل المفضول وترك الفاضل أحيانا أمر جائز كما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام التمية رحمه الله حتى مع عدم وجود ضرورة أو مفسده هذا فيما يتعلق بالفاضل والمفضول ومن الأمثلة إلى ذلك الإفتاء بجواز شهادة الفاسق أو الفاجر في زمن قلت فيه العدالة لألا تضيع حقوق الناس وأيضا من الأمثل على ذلك الإفتاء بجواز استعمال الأدوية التي تشتمل على نسب مختلفة من الكحول فقد أفتى بذلك مجمع الفقه الإسلامي نظرا للضرورة التي تبيح المحظور وكذلك أيضا استعمال المطهرات الجراحية المجتملة على نسبة من الكحول ويقال أيضا مثل ذلك في المعقمات والمطهرات التي يستخدمها الحجاج الوقاية من فيروس كورونا المستجد لأن الضرورات تبيح المحظورات كما مر علينا من المسائل المهمة التي تدخل تحت هذا الأصل في الحج المسألة الأولى ما ذكرناه من جواز استعمال المعقمات والمطهرات المجتملة على نسب معينة من الكحول نظرا للحاجة والضرورة لاستعمال هذه المعقمات والمطهرات في حج هذا العام للوقاية من الفايروس من ذلك أيضا المسألة الثانية المسألة الثانية مسألة الرمي ليلا فإن جمهور العلماء على أن الرمي في أيام التشريق ينتهي عند غروب الشمس وقد صدرت الفتاوى قديما بجواز الرمي ليلا نظرا لحاجة الحجاج لذلك لا سيما مع اشتداد الزحام ووجود الحاجة إلى ذلك في حج العوام الماضية ولكن ربما هذه السنة مع العدد المحدود ربما لا يحتاج إلى ذلك فالأمر واسع ولله الحمد ولكنها مسألة تتعلق بما يتعلق فيما ذكرنا من الراجح والمرجوح نعم المسألة الثالثة الفتوى بمنع تقبيل الحجر ومسح الركن والوقوف بالملتزم فإن الأصل استحباب هذه الأمور ولكن نظرا لضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ومنع انتقال مرض كورونا المستجد بين الحجاج فيما يظهر من انتقاله من خلال اللمس فبمنع تقبيل الحجر الأسود ومسح الركن اليماني والوقوف الملتزم لا شك أنه أيضا هذا أمر مطلوب خاصة مع هذا الوباء وذلك للمحافظة على صحة الحجاج وأيضا تجنيبهم أسباب انتقال هذه الجائحة المسألة الرابعة هي مسألة مهمة تدخل في هذا الباب مسألة ارتداء القفازين وتغطية الفم والأنف للمحرم فمن المعلوم أن الحاج ممنوع من محظورات الإحرام ومنها لبس المخيط على أي جزء من البدن ولكن في حالة الضرورة والحاجة كما في حج هذا العام قد يقال بجواز ارتداء هذه الأمور للحاجة وللضرورة من الوقاية من فيروس كورونا مع الالتزام بالفدية كما حصل في قصة كعب ابن عجر رضي الله عنه حينما اشتكى من القمل في رأسه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق شعره مع الفدية مع ضرورة استصحاب خلاف العلماء في هذه المسألة وهل يعد ارتداء القفازين وتغطية الفم والانف من المحظورات ام لا وهل ايضا تدخل هذه الامور ضمن لبس المخيط وتغطية الرأس ام لا من يرى من الفقهاء انها تدخل في حكم لبس المخيط وتغطية الرأس يفتي بجواز ارتدائها للمحرم للحاجة مع الفدية ومن يرى انها لا تدخل في لبس المخيط وتغطية الرأس يفتي بالجواز من غير فدية وبعض اهل العلم من الخلاف المسألة الخامسة الحج مفردا او قارنا لما في التمتع من زيادة اختغاط من المعلوم ان اكثر اهل العلم يرون ان التمتع افضل الانساك وايضا يفتون بذلك لانه النسك الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام وامر به اصحاب حيث قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سخت الهدي ولو لم اسق الهدي لا احللت ولكن مع جائحة كورونا والخوف من انتشار هذا الوباء بسبب زيادة الاختراض يمكن ان يفتى بافضلية الافراد او القران لان الاعمال فيهما اقل من التمتع من باب تقليل الضرر المبني على كثرة الاختراض فهذه المسألة دليل واضح على الراجح قد يصبح مرجوحا والمرجوح قد يصبح للحاجة والضرورة المسألة السادسة الاكتفاء بالحج المجزئ باداء الاركان والواجبات دون بعض السنن التي قد تقع فيها بعض الحرج كما مثلنا قبل قرير بترك تقبيل الحجر الاسود وترك استلام الركن اليماني ومثل ذلك كثير من السنن والمستحبات مثل الوقوف والازدحام حول الصخرات عند جبل عرفة للدعاء وكذلك الوقوف في المشعر الحرام للدعاء بعد صلاة الفجر يوم النحر وكذلك الوقوف وفي الازدحام في الملتزم للدعاء وغير ذلك من السنن والمستحبات التي يرجح تركها في حج هذا العام للوقاية من فيروس كورونا وكل هذه الأمور تدخل تحت قاعدة رفع الضرر وقد قال الله سبحانه وتعالى وما جع عليكم في الدين من حرج وأيضا قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك المسألة السابعة الاشتراط قبل دخول النسك الاشتراط في الحج هو أن يشترط الإنسان عند عقد الإحرام إن حبسه حابس فمحله حيث حبس وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية الاشتراط فمنهم من قال إنه ليس بمشروع مطلق لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج واعتمر ولم ينقل عنه أنه اشترط وفي الصحيحين أن كعب بن عجرة رضي الله عنه في عمرة الحديبية أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه مرض والقمل يتناثر على وجهه من رأسه فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى الوجع بلغ بكما أرى وأمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفتي أو يصوم أو يطعم ومن العلماء من قال إنه مشروع مطلق أي الاشتراط وأن الإنسان يستحب له عند عقد الإحرام أن يشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وعلّل ذلك بأنه لا يأمن العوارض التي تحدث له في أثناء إحرامه وتوجب له أن يتحلل من عمرته أو حجه فإذا كان قد اشترط على الله سهل عليه قضية التحلل والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته ضباع بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكية فكانت مريضة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت ومن العلماء من قال إن خاف من عائق اشترط وإلا فلا والصحيح من هذه الأقوال والله أعلم أن الاشتراط ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائق يحول دونه وإتمام نسكة مثل أن يكون مريضا ويشتد به المرض فلا يستطيع أن يتم نسكه فهنا يشترط وفي مثل هذا العام يشرع الاشتراط لأن احتمالية الإصابة بمرض كورونا وما عرف عنه من سرعة الانتشار المحتملة بشكل كبير وخاصة بأنه من الممكن أن يعيق الحاج عن إتمام نسكه ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته ضباعة كما ذكرنا بنت الزبير رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكية قال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فمن كان في مثل هذا الحال فإنه يشترط وهذا هو الراجح وخاصة ما يتعلق مع انتشار هذا المرض في هذه السنة المسألة الثامنة من أصيب بمرض كورونا في الحج هل يعد محصرا وهو لم يشترط من قدر الله عليه الإصابة بمرض كورونا في الحج فإن قررت الجهات الطبية إمكانية استمراره في الحج فيكمل حجه مع الحجر من الجهات المختصة وأيضا ما يتعلق بتنقله للمشاعر حسب الاستطاعة ومن تقرر عليه عدم إمكانية الاستمرار في الحج فإنه في هذه الحالة إذا كان قد اشترط فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء لا فدية ولا هدي ولا حلق وأما إذا لم يشترط فإن حكمه في ذلك حكم المحصر يذبح الهدي في المكان الذي هو فيه ويحلق أو يقصر من شعره ويحل إحرامه بعد ذلك وهذا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية لما حصره أهل مكة ومنعوه من أداء عمرته فإنه نحر هديه وحلق رأسه وتحلل عليه الصلاة والسلام فإن كان لا يستطيع هديا صام عشرة أيام وتحلل من إحرامه المسألة التاسعة من لم يتمكن من المبيت بميناء من الحجاج سواء طباء أو بعض رجال الأمن بسبب العمل فلا شيء عليه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقات والرعاة في ترك المبيت بميناء من أجل السقي والرعي المسألة العاشرة جمع طواف الإفاضة مع طواف الودع لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من أعمال الحج فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الودع وإن طافهما طواف الإفاضة وطواف الوداع فهذا لا شك أنه خير إذا طاف الإفاضة في وقته ثم بعد أن أراد أن يغادر إلى بلده طاف طواف الوداع فلا شك أن هذا هو الأفضل ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزئه ذلك وفي هذا العام قد يقال إن إدخال طواف الوداع في طواف الإفاضة بعد نهاية المناسك هو الأنسب لما في ذلك من تقليل الاختراط الذي يتسبب في الإصابة بالعدوى كما بينا في المسائل السابقة نختم بمسألة مهمة وهي ضرورة الالتزام بما صدر من الجهات المنظمة للحج فيما يتعلق بالخضوع للحج الصحي قبل وبعد الحج وهذه المسألة لا يخرج حكمها عما ذكر آنفا فكل هذه المسائل تدخل في مسألة رفع الضرر والقواعد الشرعية المتعلقة بدفع الضرر قبل نزوله ورفعه بعد نزوله والاحتياط والمحافظة على الصحة والسلامة العامة للمجتمع لا سيما فيما يتعلق بالحجاج فالدولة وفقها الله مؤتمنة على صحة الحجاج وعلى سلامتهم وكل هذه الإجراءات والاحترازات تصب في هذا الباب ولذلك ينبغي الانتزام بهذه التعليمات المتعلقة بالحج الصحي قبل الحج وبعده وعدم التهاوم بها من أجل أن يحافظ المر على صحته وعلى الصحة العامة سواء للفرد وأيضا للمجتمع وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعة ولي الأمر في هذا ما بيّنه الله سبحانه وتعالى في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فيجب على الجميع الانتزام بهذه التعليمات وعدم التهاوم بها لما في ذلك من طاعة ولي الأمر التي تدخل في طاعة الله تعالى ورسوله لأسيما في مثل هذا الحال الذي نعيشه في مع هذا الوباء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وقيادتنا وولاة أمرنا وأن يقي بلادنا شر هذا الوباء وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يسر لهم أداء مناسكهم في كل يسر وسهولة وطمأنينة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين